موسيقى خلال الفترة الأخيرة وبسبب أحداث حرب غزة بقى الناس على السوشيال ميديا مهتمين جدا بالمحتوى الخاص بالتاريخ والسياسة وبقى هو أكتر محتوى مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وده لأنه ببساطة الناس بقيت عايزة تعرف وتفهم أكتر عن كل شيء بيحصل حواليهم ولأنهم كمان بقوا عايزين يعرفوا أصل الموضوع وحكايته عشان كده النهاردة معنا اضيف المحتوى بتاعه كله عبارة عن تاريخ وبيكون حريص أنه يفهم الناس المعلومة أو قصة التاريخية بكل بساطة منورنا النهاردة صانع المحتوى عبداللطيف أحمد ازايك عبداللطيف مهلا بيك عامل إيه كله تمام أول سؤال عايزة أسأله لك هو إيه اللي خليك تدخل أصلا السوشيال ميديا زي ما تقولي كده كان عندي وقت بس هو ده السبب الوحيد كان عندي وقت كنت عايزة ملاب أي حاجة حاولت أن أنا أجرب حاجات كتير حاولت أجرب رسم حاولت أجرب أي حاجة تعلمت حتى مكساج الصوت بدأت أتعلم حاجات تانية كده على جنب برمجة ما رفعتش معايا خالص حسيت بملل بعد كده يلا بينا بوستات على فيسبوك على انستجرام ما كانش فيه فكرة يوتيوب دي خالص يمكن يوتيوب وقتها من 7-8 سنين ما كانش بنفس الانتشار بتاع النهاردة ما كانش فيه تيك توك ما كانش فيه الحاجات دي كلها فمجرد بوستات بس على فيسبوك بنلخص شوية معلومات معلومات علمية فيها بعض التاريخ وبعد كده البوستات دي تحولت لسكريبتات بعد كده بقت حلقات على يوتيوب ومن هنا بقى الموضوع جمعنا بعد تقريبا سنة سنتين من كتابة الحاجات دي على فيسبوك طبعا ما كانش بتلاقي انتشار وبرضو فيسبوك يوتيوب ما كانش بيلاقي انتشار هو كمان بس يلا أنا أعمل إيه طب وليه اخترت التاريخ بالذات؟ التاريخ ده حب من الطفولة من ساعة ما عرفت حاجة اسمها بيعبقى بدراستك؟ لا لا بالطفولة هي الدراسة في الإعدادي والسنة والحاجات دي اوكي وانت صغير المدرس اللي كان بيديني تاريخ هو اللي حبيبني في التاريخ كان بيحكي لنا الموضوع ما كانش معقد خالص أنا حتى بستغرب لما حد بيقولي ان انت بتبسط لنا التاريخ أنا متعود ان التاريخ أصلا بالشكل ده بالشكل المبسط ده وبناء أنا عليه حبيته فيعني التاريخ هو جه من هنا من زمان خالص بقى الدراسة بس من إعدادي وسنوي مش ملوش علاقة بالجامعة خالص طب وبعد كده درست ايه؟ درست هندسة هندسة مدنية تحديدا اللي هي بقى ايه بالزبط؟ اللي هي بقى خرسانة اللي هي صب مسلح حديد اسمنت الحاجات اللي هي كلها شمس وعفراني يعني ملاش اي علاقة خالص بالمحتوى اللي انت بقدمون دلوقتي على السوشال ميز ملاش علاقة اصلا بمسكة الموبايل والكاميرا ملاش اي علاقة بالحاجات دي خالص طيب بتختار ازاي الموضوع اللي انت هتتكلم فيه وبتقر عنه ازاي وبتجيب معلوماتك من فين الموضوع ممكن نقسمه للجزئين في حاجات يمكن انا ببقى مهتم بيها اكتر حاجات شغلة بالي انا اكتر فبالتالي انا عايزة هاجم الموضوع ده او اتكلم على الموضوع ده تحديدا زي مثلا سبيستون انا مثلا اتكلمت على سبيستون قبل كده دي حاجة الناس ما كانتش مهتمة بيها يعني اه في ناس كتير مهتمين بسبيستون اتعلقوا بيها في طفولتهم وهكذا بس انا مهتم بيها النهاردة فخلاص انا هعمل عنها حلقة النهاردة هي دي سبيستون اللي كانت ايوة بتقدم ليك كارتون لكنه كارتون مغلف بالقيم والمبادئ والاخلاق النبيلة والسامية وطبعا بكلام ومحتوى قوي رهان كانوا بيرهنوه وكسبوا فيه هم رهنوا على وعينا احنا كاطفال عرب ان احنا نقدر نفهم الكلام ده وكانوا على قد الرهان واحنا كنا على قد ثقتهم فينا قدرنا نفهم الكلام ده ونستوعبه وحاجة كمان طبعا يعني كل الشكر اللي مركز الزهرة اللي كان شغال على الدبلجة بتاعت الاعمال دي في وقت كانت التكنولوجيا فيه ضعيفة والامكانيات فيه كانت ضعيفة جدا كانوا بيبذلوا مجهود كبير في الشغل التاعهم علشان الدبلجة العربية باللغة العربية الفصحة تكون مناسبة لكل الفئات العمرية زي ما قلنا والوطن العربي كله يسمعها لانك هتلاقي فيه اصرار على النطق السليم للكلمات في حاجات تانية ليها علاقة بالناس يعني مثلا احنا بدأنا حلقتنا بالكلام عن حرب فلسطين وحرب غزة فكان لازم ان انا اتكلم ماينفعش مااتكلمش ماينفعش اقول ايه اللي المفروض نعمله ايه اللي المفروض ما نعملوش في الاحداث الحالية ففيه حاجة بتبقى ليه علاقة بالترند احنا في ترندز اصلا ففيه حاجة ليه علاقة بالترند وفيه حاجة ليه علاقة باهتماماتنا الشخصية فده جزء وده جزء تجمع معلوماتك لزي المعلومات يمكن انا ببقى دقيق شوية في موضوع المعلومات ده علشان انا بعتمد في الاساس على كتب يمكن برضو كنا عملنا محتوى عن الكتب وده اللي خلاني أعرف أهمية الكتب قوي بس الكتب بالنسبة لي هي المرجع الرئيسي أنا الكتاب بالنسبة لي هو أهم حاجة خاصة لو بقى مرجع يعني مثلا فيه سلسلة عندنا على القناة كاملة اسمها أرض الحضارة بتناقش تاريخ مصر من ما قبل التاريخ لحد يمكن أسرة محمد علي وما بعدها شوية السلسلة في الأساس معتمدة على مرجع مهم جدا اسمه موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن من أهم الموسوعات اللي اتكتبت عن تاريخ مصر القديم هي كلها مبنية السلسلة كلها مبنية على الكتاب ده ماشي السلسلة قديمة شوية ممكن يبقى فيه معلومات جديدة فساعتها بنبدأ ندور على الكتب الجديدة اللي بتناقش نفس الكلام اللي احنا بنتكلم عليه أو نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه طب الكتب ما فيهاش خالص فيه مقالات فيه لقاءات فيه حاجات زي كده بنبدأ ان احنا نفتش فيها علشان نقدر نوصل للمعلومة اللي احنا عايزنا وبتعطي تقرأ الديل يعني علشان تقرأ موسوعات ومقالات ويعني كتير صح؟ كتير جداً بتقرأ الديل؟ مثلاً مجلد الأول من الموسوع على خاص نفح حوالي 20 حلقة كل حلقة كانت بتاخد مني ومعك ناس بتساعدك؟ لا انت الواحدة بتقرأ في الكتابة قراءة تجهيز المصادر الأول وبعد كده قراءة المصادر وبعد كده الكتابة ومراجعة الاسكريبت كل ده أنا اللي بعمله لحد دلوقتي يعني ممكن يبقى فيه تيم قدام بس الحد دلوقتي أنا اللي بعمل كل الكلام ده دلوقتي بما أن احنا موقفين سلسلة أرض الحضارة شوية فدلوقتي يوم كامل بقضيه شغل أحضر بس في الحاجات اللي أنا هكتب منها تانيون فتجهيز المراجع والكتب وا 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 وقرأة طبعاً بالزبط يعني على الأقل خالص بشوف الفهرس بشوف الكتاب اللي أنا نزلته ده هعتمد عليه بالفعل ولا لأ ممكن أن نزله ممكن يعني أمشي فيه خطوات كتير وبعد كده ما اعتمدش عليه ألاقي نفسي تاني يوم عايز كتاب تاني أو تالت أو رابع وهكذا ممكن تقولي تقريباً بتقرأت ده إيه في اليوم؟ يعني قراءة قراءة لي أنا ولا للمحتوى 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 كتير كتير يعني لو قلنا اليوم بتاع تجهيز المراجع واليوم التاني اللي بعده بتاع الكتابة بنتكلم مثلاً كل يوم حوالي 8 ساعات 7 ساعات حاجة زي كده ده رقم كبير جداً من يومك طبعاً أكيد طيب قبل كده طلعت محتوى وحسيت أن الناس بتدي كومنس عليه على السوشيال ميديا أنه بيقولك على فكرة المعلومة دي مش مظبوطة أو مش صح؟ حصلت كتير وكان بيبقى هما اللي صح ولا أنت اللي صح؟ للأسف لا هما في الغالب ما بيكونوش هما اللي صح أوكي بيبقى فيه معلومات منتشرة بشكل أنا بشوفه مش منطقي خالص معلومة مثلاً أن الحدث الفلاني حصل أرجع وفتش يمكن أنا ملقتش حاجة يمكن الكتاب كان ناقص حاجة يمكن كل الكتب اللي أنا قرأتها ناقص حاجة فعلاً عن المعلومة دي بس لما برجع ودور تاني ما بلاقيش أصلاً المعلومة دي في أي كتاب فأنا ممكن أعتمد أه على الكلام اللي الناس بتقولوا في الشارع بس ساعتها مش هنبقى بنعمل محتوى تاريخي صح خلاص إيه الكيمة اللي احنا بنقدمها يعني بترد على واحد واحد من دول ولا بتسيبهم وبتتجهلهم في البداية كان أي كومنت كان بيأثر فيها جامع طبعاً اللي هو لا أنا لازم أرد عليه لازم أعرفه أنه ده صح وأنه ده غلط دلوقتي مع زيادة الانتشار الكومنتس بقت كتير قوي فبيبقى صعب قوي أنهم يعني أرد على واحد واحد وفهموا المعلومة دات إيه إلا لو حد نقشني بطريقة علمية أكاديمية شوية فآه الرجل ده فعلاً محتاج أنه هو يفهم النقطة دي كويس أو عايز يعرف أنا جبت المصدر الفلاني منين وكده فده آه لازم أرد عليه لأنه هو ما بينقلش أي كلام هو بالعكس هو عنده فكرة عايز يناقشها معايا فإتسوكي يلا ناقش انت بقى لك قد إيه على السوشيال ميديا تقريباً دلوقتي ممكن نقول ليوتيوب تحديداً خمس سنين حيث سنة دلوقتي الناس بقت مهتمة يمكن أكتر بالمحتوى السياسي والتاريخي عن الأول جداً جداً قبل كده المحتوى التاريخي والسياسي ما كانش ليهم رواجزة دلوقتي خالص يعني لو قلنا الإحصائيات الإحصائيات ما بتكذبش الأرقام دلوقتي مختلفة تماماً عن الأرقام قبل كده وأنا لا وجد نظر في النقطة دي أن العالم دلوقتي آه العالم بقاله مثلاً حوالي 30-40 سنة قرية صغيرة وعولمة ومش عارف إيه والكلام ده بس دلوقتي لا الموضوع مختلف تماماً إحنا دلوقتي بنعاني من أحداث مثلاً بتحصل في النحية الثانية من الكوكب فالنحية الثانية من الكوكب مأثرة علينا فالناس بتبقى عايزة تعرف إيه اللي بيحصل في النحية الثانية علشان تأثر علينا بالطريقة الفجرة اللي بتحصل دلوقتي دي ليه أحداث بتحصل في مضيق كويب باب الماند بتبقى مأثرة على قناة السويس فتأثر على الاقتصاد المصري فتخلينا نعاني إحنا كشعب فالناس كلها عايزة تفهم ده هيفهموا ده عن طريق إيه للأسف برضو الخبراء الاقتصاديين لما بيطلعوا على التلفزيون المصطلحات بتبقى معقدة بالضبط الناس عايزة محتوى يكون بسيط أكتر ويبقى ثلث والناس بتفهموا بطريقة أسرية مظبوط شاب بيكلمهم لابس زيهم بيتكلم زيهم قريب منهم جدا شكل الأوضة اللي بيصور فيها شبههم شبه الأوضة بتاعته فأنا هتقبل منه المعلومة بسهولة بيكلمني بلساني فهتقبل منه المعلومة بكل سهولة مش زي اللي هو اللي احنا بنتعلم منهم برضو يعني الدكاترة الأساتزة الكبار ولكن طريقتهم بتكون أكاديمية ومعقدة أكتر من الطريقة اللي احنا بنتكلم بيها فطبيعي المحتوى السياسي والتاريخي يلاقي الراجل المهولي اللي موجود دلوقتي ده في ناس بتقول أنه يمكن عشان الأحداث اللي بتحصل دلوقتي الموضوع بقى الناس مهتمين أكتر بالمحتوى التاريخي والسياسي لأنه زي ما تقول ترند في حاجة بتحصل وأنه بعد إن شاء الله الحرب تخلص وكل حاجة ترجع تاني زي الأول وأحسن الناس ترجع تاني إنها مش مهتمة بالمحتوى ده إيه رأيك في الكلام ده أه مظنش يعني ممكن آه الناس ما تبقاش مهتمة قوي بالقضية الفلسطينية زي الأول لو الحرب إن شاء الله انتهت المأسر يعني الكبيرة دي انتهت ممكن الناس آه ما تبقاش مهتمة بالقضية الفلسطينية زي الأول بس هتيجي قضية تانية سياسية وتاريخية تشغل اهتمام الناس لأن كل حاجة بتأثر علينا احنا فطبيعي طبيعي إن الناس تفضل مهتمة بالمحتوى السياسي والتاريخي ممكن قضية معينة تاخد جنب شوية بس هيحل محلها قضية تانية ده شيء مفروغ منه طيب الصناعة المحتوى على السوشال ميديا أكيد بيشوفوا زي ما احنا كمان كناس مشاهدة مشاهدين بنشوف إن بيبقى فيه محاولات لتزييف التاريخ من منصات مختلفة ومن ناس مختلفة وصناعة محتوى مختلفين إزاي الناس بتوع السوشال ميديا بيتصدوا لنوع التزييف ده يعني يمكن أقرب حاجة كان فيلم كيلو باترا بزبط مثلا كامسية الفاعل كانت حاجة يعني صعب إن حد يستوعبها بالشكل اللي هي كانت ظهرة فيه ولكن أنا شفت صناعة محتوى كتير واجهوا الحاملة الكبيرة اللي كانت معمولة دي بشكل ودي طبعا منصة عالمية ومعروفة ويمكن يعني ملايين من الناس ممكن تكون بتتفرج وبتشاهد المسلسل مزبوط والمسلسل خد انتشار كبير في العالم كله يمكن المحتوى المصري تحديدا ما قدرش إنه هو يواجه الانتشار الكبير ده بس على الآن اللي احنا وعينا نفسنا وعينا منطقتنا إن لأ احنا لنا تاريخ التاريخ ده متجزر فينا احنا عارفينه كويس مش هيجي حد من برا يقول لنا التاريخ بتاعنا شكله عامل إزاي فكان طبيعي إن احنا لو عايزين نواجه محتوى نواجهه بمحتوى يعني المحتوى بيتصدر لنا بصورة جميلة وبصورة براقة احنا لازم احنا كمان نعمل محتوى بصورة جميلة وبصورة براقة علشان هما لما يشوفوها واحنا نفسنا لما نشوفها نبقى عارفين اه نحنا نقدر نعمل زيهم مش هما اللي هيحكلنا تاريخنا احنا عندنا تاريخنا احنا بنحكيه بنفسنا عندنا المقاومات اللي نخلي التاريخ بتاعنا يتحكي بشكل كويس المصريين في عصور ما قبل التاريخ كانوا كلهم مجتمعين على حوض النيل كونوا فيها حضارات أشهرها كان البداري والمعادي ويعتبروا هم دول أوائل الحضارات اللي أنشأت في هذا المكان وكان كل ده نتيجة لانحصار النيل اللي حصل في مصر وبالتالي فوض الوادي النيل هو المصدر الرئيسي للمياه لكن اللي كان بيجي متأخر بقى وعاش فترة في الصحراء ولكنه تاعب من الحياة فيها وكان عايز يلاقي استقرار قدر الإمكان وكان بيجي للحضارات الجديدة كان بيواجه بالاضطهاد والعنصرية من أهل الحضارات دي فما كانش بيبقى قادر يتأقلم على عشته الجديدة وسطهم فطلع مرة تانية للصحراء وكمل حياته فيها بتشوف أن في صناع محتوى يمكن يكونوا بياخدوا كشور المعلومات من بره وبيعملوا عليها حلقات وفيديوهات وما بتبقاش طبعاً ليها علاقة بالحقيقة آه طبعاً كتير قوي مؤخراً كان في قضية شغلة الرأي العام الأمريكي والأوروبي اللي هي علاقة بشخصية عامة هناك مليونير أو حاجة زي كده الموضوع بقى ترند في يوم وليلة دخلت أشوف الفيديوهات آه الفيديوهات بتتكلم عن حاجات بس الحاجات دي غريبة قوي يعني إزاي في حد يكون بيعمل كل الحاجات دي بعد كده أدخل أدور وأبحث أنا وورا الشخصية دي ألاقي آه ماشي هو مش كويس في حاجات كتير بس مش للدرجة الفضيعة جداً دي إحنا بنحب نحط بهارات كتير والبهارات دي ممكن تبوز الأكلة في الآخر وممكن تجذب انتباه الناس كتير فلا الناس بتنجذب جداً للمعلومات اللي هي فيك نوعاً ما لأن هي اللي بتجيب مع الناس هي اللي بتنشط الدوبامين عند الناس آه أنا عايز أعرف الراجل الخطير جداً ده كان بيعمل إيه وهو مش بهذه الخطورة خالص يعني فآه كتير جداً من الناس بتلجأ للمحتوى الزائف ده بس أكتر أنا بشوف أن يوتيوب يعني إيه ما فيهوش الموضوع ده قوي ممكن تيك توك إنستجرام فيسبوك الموضوع يبقى فيه بزيادة حبتين يوتيوب لأ الأوديونس بتوع يوتيوب مش يعني عندهم صح صحين أكتر آه آه بالظبط كده مش هيسيبك تقول أي حاجة لا لا تعالى أنا عارف الحاجة دي كويس أي صح بس بترجب المحتوى بتاعك؟ مؤخراً آه ودي حاجة هيلة لأن المحتوى التاريخي والسياسي في بلد زي بلدنا مليانة بتاريخ عظيم وحضارة فظيعة يعني طبيعي إنه هو يمكن إحنا ممكن نكون عارفين عنه أكتر بس دلوقتي مع الإنجليزي في المدارس والناس اللي عايشين بره وكده أنا بشوف إن أكتر حاجة محتوى المفروض إنه يكون مترجم هو المحتوى اللي هي علاقة بالتاريخ والسياسة طبعاً طبعاً محتوى التاريخي تحديداً في ظل برضو ليه علاقة بالسؤال القبل كده إن الناس آه إحنا بس اللي بنتكلم عن تاريخنا بشكل كويس طب هنوصل للناس اللي بره اللي مصدقيني التاريخي اللي بيتحكي على على لسان غير لساننا هنوصل لهم المعلومات الصحيحة ازاي غير لما نوصل لهم محتوى مترجم فلازم المحتوى بيتترجم مؤخراً بقيت أعمل حاجة زي كده لأنها بقت ميزة عند يوتيوب إنه هو بيقوتو ترانسليت الفيديو لكل اللغات مؤخراً كنت أعمل حلقة عن حرب الخليجي الأولى حرب العراق وإيران ترجمتها للإيراني وترجمتها للإنجليزي فالإيرانيين كمان بقوا يتفرجوا على الحلقة اللي بتتكلم عربي فهيتسوكي طبعاً برافو فكرت تعمل محتوى تاريخي للأطفال نعم كان فيه فرصة لحاجة زي كده ده مهم جداً 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 هو بس بيبقى فيه صعوبة عندنا في الكتابة إن أنا أقدر أوصل المعلومة دي للطفل بالعكس ده أنت شخصياً أول ما قعدنا مع وعدة في السوديو قلتلي مدرسي كان بشرح حالي بطريقة مبسطة جداً حببني في التاريخ فممكن يكون عندك أنت ده كمان وارد جداً للا لازم تفكر في الموضوع ده دي فكرة نكتبها بصدفت كده طبعاً في الحلقات الأخيرة كنت مهتمة أكتر بالأضايا اللي هي علاقة بفلسطين تفتكر إيه أكتر حاجة أنت تكلمت عنها كان الناس مشدودة لها قوية على السوشيال ميديا وكان مهتمين بها في موضوع أضايا فلسطين الحلقات الأخيرة الحلقات الأخيرة في الوقت الحالي إحنا بدأنا نتكلم عن عن تاريخ اليهود اللي هو ما قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية إزاي فيه عائلات من عائلات اليهود بقت أغنية جداً بتسيطر على الاقتصاد الأوروبي الاقتصاد الأمريكي زي عائلات روس شايلد وغيرهم من العائلات فآه الحلقات دي جذبة جداً انتباه الناس أكتر حتى من الحلقات اللي كانت بتناقش الأحداث اليومية والترندات اللي كانت بتحصل أثناء فترة الحرب فآه الحلقات دي مهمة جداً وفيه ناس كثيرة قوي بتقبل عليها يعني طيب التاريخ مليان معلومات كثيرة جداً تفتكر أنت أكتر قضية أو موضوع كلمت فيه تعبت جداً في البحث محتوى الحروب محتوى الحروب معقد بطريقة رهيبة يعني يمكن أي حرب أنا بجأتكلم عليها لأن أنا ما عشتهاش الحروب دي أغلبها حصلت في السبعينات والثمانينات والتسعينات فأنا ما عشتهاش ما فيش حد حوالي قادر يحكيها لي غير برضو بالموروث الشعبي والحاجات الشعبية اللي الناس بتقولها البعض فلما برجع للكتب بلاقي الكتب بتتكلم بمصطلحات أنا مش قادر أفهمها قوي فلازم أرجع لحاجات تبسط للمصطلحات دي على قد ما أقدر علشان خاطر أنا على الأقل فاهم الحاجة اللي هعرف الناس بيها مش هكلمهم في حاجة أنا مش فاهمها يعني فمحتوى الحروب متعب جداً جداً بيخذك وقت قد إيه؟ ممكن زي ما قلنا تحضير المصادر يوم برضو زي العادي يعني آه زي العادي بس يعني بابزل مجهود أكبر بكتب دلوقتي حلقة عن القراصنة تاريخ القراصنة عموماً يمكن المصادر آه متوفرة بس برضو خدت مجهود كبير على ما وصلت المصادر أقدر أعتمد عليها بشكل فعلي وبعد كده الكتابة يوم تاني لوحده تمن ساعات أو سبع ساعات بكتب في الحلقة وممكن اليوم يلحم في يوم كمان أو يومين كمان بكتب بس البوست برودكشن بعد كده بقى ربنا يعيني اللي بيمنتج وراي طبعاً وأكيد بيبقى مليان content كتير ومعلومات كتيرة ويعني تبقى صعب أو المنتج بتاعه آه آه والفوتج بقى يعني فيه فوتج كتير أو بيرول زي ما اللي بيمنتجوا بيسموها يعني بتبقى كتير جداً صور كتير جداً فيديوهات كتير جداً لازم نستخدمها في كل فيديو ندور عليها من غير كوبيرايتس من غير من غير فلا الصناعة المحتوى فيها كتير قوي في البوست برودكشن وبتبقى معتمدة على واحد أو اتنين فالموضوع بيكون صعب طب انت عملت أكتر من محتوى ليه علاقة بالكتب هل الكتب اللي انت عملتها كلها كان ليه علاقة بالتاريخ ولا لا؟ لا لا خالص يعني محتوى الكتب أنا كنت مخاليه محتوى لنفسي أنا بحب أقرأ الرواية الفلانية بحب أقرأ الكتاب الفلاني فأنا هقرأه ورشحه للناس بس يعني مش لازم يكون ليه علاقة بالتاريخ على رغم من أن أكتر جنر في التاريخ في الروايات بحبها هو الروايات التاريخية بعشق حاجة اسمها روايات تاريخية فهو حب التاريخ جاي ورايا ورايا في كل حاجة طيب إيه رأيك تقول لنا إيه هي المقاومات المفروض تكون موجودة في صانع المحتوى اللي علاقة بالتاريخ أو السياسة يمكن الحاجة الأساسية أنه يكون مدرك أن التاريخ ده مش مجرد حكايات التاريخ عمره مكان حكايات لو أنا هاخد التاريخ على إنه حكايات فلا يعني فيه حكايات سندباد وقال في ليلا وليلا ممكن نقعد نحكيهم ما تقربش من التاريخ لأن التاريخ ممكن أكتر نقول أنه هو حاجة لازم نبص عليها وإحنا في الحاضر بتاعنا علشان نعرف المستقبل بتاعنا هيكون شكله عامل إزاي فهو حاجة أساسية لأي شعب أنه يكون عنده تاريخ شعب بلا تاريخ شعب ليس له لا حاضر ولا مستقبل وإحنا منطقتنا غنية جدا بالتاريخ فلازم ندرك التاريخ بتاعنا كويس علشان ما نقعش في نفس الغلطات اللي هم وقعوا فيها زمان وبرضو اللي بيعمل محتوى تاريخي يكون مدرك أنه هو بيتكلم على شعوب شعب حقيقي مش مجرد أرقام مش مجرد حكايات زي ما بقول أو شخصيات خيالية أو تاريخية هل نتكلم على شعب عايش على نفس الأرض اللي انت عايش فيها وممكن في نفس البيت وممكن في نفس المكان اللي انت عايش فيها وعملوا أخطاء وعملوا إنجازات وعملوا وعملوا فلازم تكون عارف هما مشوا على طريق شكله عامل إزاي علشان يتمشي على نفس الطريق يعمل تتمشي على طريق تاني شكله أحلى وأجمل وعمرك ما هتكون عارفه إلا بالتاريخ صح طيب لو واحد عايز يعمل محتوى تاريخ وعايز يبتزي من التاريخ الحديث تمام يبدأ منين؟ أنا شايف أنه هو يبدأ من النقطة اللي هو عايزة يعني وليكن التاريخ المصري ممكن ياخد من أول عائلة محمد علي ممكن واحد تاني يقول لا أنا عايز أخد من ثورة يوليو ممكن واحد تالت يقول أنا عايز أخد من بعد كده فتمام شوف الفقرة أو الحاجة المعينة في التاريخ اللي انت مهتم بها أكتر هتبدأ فيها أكتر هتقدم محتوى جيد جدا فيها خصوصا لو أنت بتحبها مصبوط هو حاجة بتتعامل بحب فلازم تتقدم بشكل كويس حاجة تعاملت من غير حب مش هيبقى فيها روح أصلا فلازم الحاجة أو الفقرة المعينة في التاريخ اللي انت بتتكلم عنها تكون مهتم بيها زي ما قلنا أي فقرة بقى يعني كان في حد بيتكلم عن تاريخ فرنسا بدأ من الثورة الفرنسية مع أن تاريخ فرنسا قبل كده لا هو يعني طويل جدا بس هو بيحب الفترة بتاعت الثورة الفرنسية بدأها وكمل فيها ومشي بشكل كويس جدا وكل فقرة في التاريخ يعني أي صانع محتوى دايما بيكون بيفكر في المشاهدات والأرقام كل فقرة في التاريخ فيه ناس مهتمة بيها فيه ناس لازم هتلاقيها مهتمة بيها وزي ما بنقول جيكس للحاجة دي اللي هو أنا عارف كل التفاصيل وعارف كل الشخصيات وعارف كل حاجة أنا بنبهر بالناس دي أن أتكلم عن الحضارة الأشورية ألاقي فيه حد مسام بالقناة بتاعته على يوتيوب أو لو كانت بتاعه أنا أشوري فأنت أشوري منين بس مش مشكلة أنت مهتم أيها بالزبط فكويس فأنا هلاقي حد مهتم بالحاجة دي فده موجود فأي فقرة في التاريخ تقدر أنت تتكلم عنها بشغف وبحب ابدأ منها تفتكر الناس اللي بتتابعك أعمارهم إيه؟ أو يعني بين إيه وإيه؟ مش أفتكر بصراحة يوتيوب بيقدم لنا الإحصائيات الكاملة فعندي على يوتيوب من أطفال من سن 8 سنين لـ 16 سنة يمكن أكتر فئة عمرية من الكلام من 16 إلى 24 سنة ناس برضو أكبر شوية لحد 40 سنة في ناس بتتفرج بس الكتلة الأكبر من الشباب ودي حاجة هائلة آه طبعاً أنا مبسوط جداً إن فيه شباب بيتفرجوا بس باتبسط أكتر لما بشوف حد فوق الستين بيتفرج فأنت بتتفرج على حد أدى ولادك أو أدى أحفالك عايش يمكن حاجات أنت كتير بتقولها بالزبط كده فهو لما يتفرج علي ويقولي إن الكلام اللي أنت قلته ده أنا عيشته قبل كده باتبسط جداً 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 أكتر من الشاب اللي يقولي أنت أضفت لي معلومة فالشاب اللي يقولي أنت أضفت لي معلومة أنا ببسط جداً بس هو ممكن يخدها من أي حد تاني بس الرجل الكبير اللي هيجي يقولي أنا عيشت الحاجة دي وفرحان إن أنت نقشتها يعني ببقى في قمة السعادة طيب فيه سؤال عايزة أسأله لك دايماً يقوله أو أن التاريخ بعيد نفسه طبعاً تفتكر دي مقولة صحيحة؟ حصل بالفعل يمكن أغلب الأحداث مثلاً بمأن بدأنا حلقتنا بحرب غزة أغلب الأحداث اللي حصلت واللي بتحصل دلوقتي حصلت كتير جداً قبل كده بنفس الشكل وبنفس الطريقة وبنفس البشاعة وللأسف إحنا بنقرأش تاريخنا فمش عارفين نتصدى للحاجة دي إزاي حصلت قبل كده كتير جداً بشكل غريب أنا حتى لأن أنا قرأت تاريخ فلسطين يعتبر كله لحد قريب فأنا بندهش إن فيه ناس بتقول إن ده حصل لأول مرة لا الكلام ده حصل كتير جداً فآه تاريخ بيعيد نفسه بشكل رهيب حوار التاريخ ده أسطورة يعني صنع المحتوى عبداللطيف أحمد بشكرك جداً 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 شكراً لك نرى وجودك معي النهاردة نورتنا في وإن شاء الله نشوفك تاني قريب أنا أتبساط إن أنا كنت موجود وأتمنى نكون أو يكون ضيوف خفاف على الناس خفاف جداً إسلامي شكراً شكراً وبكده تكون خلصت حلقاتنا النهاردة نشوفكم إن شاء الله في نفس المعادة الأسبوع جاي باي باي اشتركوا في القناة